اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بعدها بحث سمو الشيخ خالد بن حمد مع الوزير خطط الهيئة العامة للرياضة والمشاريع التنموية التي تزعى الهيئة لتنفيذها خلال الفترة القادمة بما يدفع عاجلة التقدم في القطاع الرياضي على الشكل الذي يسهم في تحقيق الاهداف التي رسمتها الهيئة لتطوير المنظومة الرياضية والانتقال بها إلى مرحلة الاحتراف والصناعة بالصورة التي تلبي التطلعات لتعزيز دور الرياضة واسهاماتها في خدمة المجتمع ودعم الاقتصاد الوطني من جانبه عرب وزير المالية والاقتصاد الوطني معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة عن اعتزازه الكبير بما يبدله سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة من جهود متميزة تسهم في تحقيق التطور والنماء في قطاع الرياضة والذي ينعكس بدوره على احراز المزيد من التقدم والازدهار في هذا القطاع الحيوي مؤكدا أن الوزارة تعمل في تنفيذ رؤية الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله لدعم جميع قطاعات مؤسسات الدولة من أجل مستقبل أكثر إشراقا وتقدما في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعا اشتركوا في القناة